بجد بحييك على الجارة دي لنك تنزل بفنانين كده وتقفوا في وسط العتبة ولابسين كاستيم زي ما احنا شفنا وكأننا في مصرح كأننا في الأوبرا بنتفرج على عرض أوبرالي لكن جوه يعني شوارع وأروقة العتبة حكي لنا كده عن الفكرة جات لك من إيه؟ هي الفكرة جات من الوضع اللي فيه دلوقتي مصرح الطليعة والمصرح القومي الوضع الجغرافي والاجتماعي اللي فيه المصرحين بالرجوع لتاريخ المصرحين يعني شافوا أعمال عظيمة وفنانين عظماء على مدار عقود يعني دلوقتي الوضع بقى يعني مزعج جدا بقى المصرحين كأنهم في جزيرة من وسط المنتجات الصينية ومكبرات الصوت والإزعاج والصخب الرهيب اللي فيه مدان العتبة هو الصديق الأستاذ عادل حسان مدير مصرح الطليعة يعني المبادرة كانت بتاعته أنه هو يعني شرفني بالتكليف أن أنا أخرج مصرحية من إنتاج مصرح الطليعة لما قعدنا مع بعض هو كان متخيل أن أنا ممكن أعمل نص عالمي أو أعمل الكتاب من التراث لأنه يعني شاف أن أنا أعملت النقطة من الأعمال المصرحية والحمد لله نجحت فأنا قلت له مش معقولة هاجت طليعة عشان أعمل حاجة كلاسيك بسطح الطليعة حاجة جديد حاجة طليعية زي بتقول يعني على الأقل مش هقدم يعني أنا بيني وبين نفسي فيه حاجة كبير بالإننا أقدم حاجة يعني كلاسيك حتى لو أو تجريبية من نصوص عالمية أو كده حسيت أنه هبقى بكلم نفسي جوه يعني فطرحت عليه الفكرة يعني مجرد ما قلتها قال لي تمام أنا تمام يعني ما استناش أنه مثلا أقدم له مشروع مفصل أو كده بس عرضت عليه الفكرة فأتحمس جدا وكانت الخير يعني وثق فيها وقاعد استحملني فترة طويلة على ما أكتب النص لأنه الموضوع المشروع بدأ بفكرة بس أنه أطلع فنون نخبوية بره في وسط السوق وكنت محدد الأوبرا كنموذج يعني وأنه أدخل البيعين جوه المصرح فإنه هيحصل لو يعني لو خرجنا بالفنون النخبوية دي في وسط الناس أنا متأكد أنه 95% من الناس اللي في السوق عمرهم ما شافوا مطرب أو مطربة أوبرا عمرهم ما دخلوا أوبرا وشافوا أوبرا يعني يعني هو بالكتير شافوا مسرح ممكن يبقى حد دخل مسرح مرة ممكن يبقى شافوا المسرح في التلفزيون لكن أوبرا رد فعليهم كان عامل إزاي؟ حاجة عظيمة جدا أن أنا بقرب الفنون اللي هي دايما بيقولوا عليها كده فنون الصفوة والنخبة وناس معينة بس هم اللي لازم يروح للأوبرا ولابسين لبس يعني معين للناس البسطة رد فعليهم كان عامل إزاي؟ كانوا شايفين المطرب الأوبرالي والمطربة الأوبرالية إزاي؟ هم يعني بيتلموا علينا يبتسموا يعني توشوشوا مع بعض يتكلموا علينا أكيد يعني في شوية مفاجأة في الأول بالنسبة للبيعين اللي حوالين المسرح بعد يوم واثنين تعودوا خلاص المجانين هيطلعوا بس ودنهم بدأت تسمع هو بس أصل فيه الموسيقى دي حاجة عالمية يعني يعني صحيح مش فاهمين الكلام والموسيقى غريبة لكن في موسيقى جميلة بتعرض عليهم كل يوم في نفس المعات إنما في ناس رايحة الزباين بتاعهم يعني والناس اللي رايحة مترو الأنفاء والناس اللي جاي من مدان العتبة نزل المترو أو بتشتري منهم بضايع دول بيتلموا بسعادة يعني بيعودوا يتجمعوا حوالين المطربين ويسألوا إيه اللي بيحصل هو ده إيه هو ده بيحصل كل يوم هو فيه إيه جوا يعني حصل أول مبارح إنه أربعة شباب صغير تحت العشرين شايلين بضايع حزمة وبضايع من البضايع اللي بتتباع برا ووقفوا يتفرجوا هم مستحسنين أو يقربت منهم المخرجة المنفذة إنجي اسكندر وقالت لهم مبسطين قالوا احنا نفسنا ندخل عمرنا ما دخلنا المصرح عزمتهم ودخلوا وتصوروا مع البسترات وكانوا مبسطين جدا وروحوا هم مبسطين تفرجوا على العرض بعد الأوبرا وروحوا هم مبسطين قوي فلحد دلوقتي ردود الأفعال إيجابية جدا ممكن